أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنترني بلينكين طالب عبد العاطي الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهوية والانخراج بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة